بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس اهلا وسهلا بحضراتكم ما فيش شك ان فيه مشاكل كتيرة ما بين عنصر الكالسيوم ونبات البطاطس من حيث نقص العنصر بالنسبة لنبات البطاطس ان كان نقص الظاهر عندنا او النقص اللي هو ما بيظهرش الا بعد ما بنخزن البطاطس وبيبتليها بعيوب التخزين حتى وخصوصا لو كان لو كنا هنستخدمها كتقاوي فما تستعجلش وحاول تفهم الرسمة اللي قدامك دي لان الرسمة دي مهمة وانا جايبها من الموقع الرسمي بتاع شركة يارا تمام حطين الرسمة ديت وشرحينها كويس جدا فحاول تفهمها وربنا اديك الصبر كده انك تكمل معايا بقية الفيديو علشان امورك تبقى كويسة تمام وتحاول بقدر الامكان حضرتك تكون فكرة والزراعة مش الزرة والله بس يعني عايزة يعني مزارع حايفها من اللي انا بقوله فلاح حايفها من اللي انا بقوله مهندس حايفها من اللي انا بقوله يعني كل الناس هتفهم من اللي انا بقوله بس ربنا اديك الصبر وتكمل الفيديو وتربط اوله باخره علشان نقدر نكون معلومة وتقدر تتغلب على مشكلة نقص الكالسيوم دهيا اللي هي عمللنا مشاكل كتير زي ما قلتلك الرسمة دي من شركة يارا لو بصت عليها هتلاقي فيه جزور عندك اهيا وعندك فيه كمان عندك الضرانات كبيرة اهيا وعندك الاوراق بتاعة نباتات البطاطس قدامك اهي تمام والبن اللي قدامك ده هو التربة عايز الراجل يقولك ايه كاتب لك او كالسيوم موفمينت ام بوتيتوس يعني حركة الكالسيوم بالنسبة للبطاطس تمام عندك انت شفت الجدر وشفت الضرانات وشفت الاوراق عندك على الجزر تحت دهوت هتلاحظ فيه حاجة الا وهي الاسهم البرتقاني ده هي التقريب انا شايف باسهم برتقاني التلات اسهم اللي تحت دول تمام التلات اسهم اللي تحت بيقولك بياخدوا البوتاسيوم تاخدوا الكالسيوم يا جماعة اسف انا على فكرة بخلط بين الكالسيوم والبوتاسيوم بس انا بتكلم عن الكالسيوم بياخدوا الكالسيوم بيطلعوا بي اشايف الاوراق هم طالعين لحد فوق لحد ما وصلين الاوراق معنى كده ان الجزور نفسها يا جماعة بتاخد الكالسيوم بتوديه لحد الأوراق فوق تمام الكلسيوم طالع في الأوراق ما ينزلش تاني لا وقف ما ينزلش تاني مش هينزل تاني للضرانات طيب قالك الضرانات بقى طيب هتاخد وعندك الأسهم الحمرة هيكيتيب لك أسهم حمرة يعني هو طالع للفوق وأسهم حمرة مش هينزله تحت تاني خلاص هو وقف في الأوراق كده تمام لأنه عنصر غدت أساسا وما بيتحركش خالص ما بيتحركش خالص صعب الحركة بتاعته لذلك ليه صعب الحركة بتاعته بس خليني مع الضرانات الاول الضرانات بقى بتاخد الكالسيوم بتاعها منين عندك هوة من الضرانة من جلد الضرانة نفسها ومن الجدور برضو اللي طلع من الضرانة نفسها تمام يبقى بتاخد بياخد الضرانة نفسها بتاخد من مصدر من مصدره بتاخد من اللي عندك الاسومة هي من الجدور اللي طلع من الضرانة نفسها وجلد الضرانة نفسه بيمتص بردو كالسيوم تمام؟ طيب قالك الكالسيوم بقى ما ينزلش تحت للدرناء طيب بعكس عناصر تانية يعني زي ما يقولك واحد في الآخر كده يقولك ايه يقولك احنا عايزين نحجم البطاطس مع اني يعني انا ضد حتة التحجيم دي انا قلتها كتير طبعا لان عندك نبات قوي هيحصل عندك انتاجية كويس يعني ايه بنحجم يا جماعة هو في الآخر بيجي عند التسعين يوم وعند المت يوم وبيبدأ يرشه مركبات يعني في مجملها بتكون بوتاسيوم سايد تمام؟ وبيكون معاها مليب دنم وبورن تمام؟ دي سي حاجة زي مركب في مصر مشهور جدا اسمه نيتريت بلانصر بيحطوا للفدان حوالي على مرتين بيحطوا له خمسة كيلو على مرتين تمام؟ قبل لحصات باربعين يوم بيحطوا بيبدأوا يصفوا عرش البطاطس تمام؟ هو بيصفيه ماشي بيصفيه يعني بيحط البوتاسيوم عشان والمركبين دول عشان من الآخر خالص يعني بقصة كده كبيرة بياخد العناصر اللي هي فوق متكونة في الورق بنزلها تحت في الضرن عشان يزود حجمها شوية ويزود وزنها برضو لان الكسافة بتفرق معانا تمام؟ طيب الكالسيوم بقى ما فيهوش القصة دي ماينفعش يعمل كده هو وقف في الاوراق وخلاص عشان كده طب ليه وقف في الاوراق وخلاص لان يا جماعة الوتاسيوم الحركة بتاعته ضعيفة جدا ويطلع لفوق ماينزلش التحت يطلع من الجدور ماينزلش التحت ليه هو بيطلع عن طريق الخشب وليس اللحاء ماشي يعني اللحاء ما بيطلعش من اللحاء امال بيطلع منين بيطلع من الخشب بس طب وليه ولما يطلع من الخشب يعني يعني عايز سيادتك طيار مية ياخد مية كده تطلع معاه لو طيار المية ده لو رطوبة عالية جنب النبات لا يمكن يحصل ان طيار المية هيطلع لان اساسا ما فيش حاجة ما فيش نتح فوق وعلشان كده زيادة الرطوبة بتعمل لنا مشكلة في نقص عنصر الكالسيوم لو الري ضعيف برضو او في نسبة املاح يعني الري المية مش ميسرا للنبات برضو بيحصل لنا نقص في عنصر الكالسيوم طيب دية حاجة تاخد بالك منها كويس جدا لحد كده انا شايف الامور ماشي كويس بعد كده عايز اقول لحضرتك ارا حاجة عشان نعوض الليلة اللي احنا بنحكي فيها دية اوعى حد يضحك عليك ويقول لك يا جدعي انت الكالسيوم ده يعني ما تحط لهش كتير ارش ورق يا جدعي انت ومخلب ومش مخلب والقصص دي كلها تمام حضرات تسعين في المية بل مية في المية من تغذية الكالسيوم اذا لم تكن من تحت من الجزور تحت ان ما كانش من الجزور تحت انسى القصة دية لازم يحصل عندك مشاكل بالنسبة للكالسيوم طب ولو قال الجزور تحت باش مهندس هنعمل ايه اه الجزور تحت حاجة واحدة بس مصدر واحد بس مش هيعمل عندك نقص الكالسيوم الا وهو انك تحط نطرات كالسيوم نطرات كالسيوم هي اكتر حاجة يمتصها النبات وبسهولة بالنسبة لعنصر الكالسيوم بس وانت بتحط نطرات كالسيوم لازم يكون عندك مية كويسة الري يكون عندك كويس ومنتظم وتمام التمام تمام دي حاجة طب اتحط قد اول حاجة المعاد نفسه ان مجرد ما تدرانات ابتدت تبقى قد حد بيت الفول كده ابدأ حط كالسيوم على طول ما تستناش ليه لازم النباتي يلاقي الكالسيوم موجود مش هيحصل نقص وتعوضه لايمكن هتعوض النقص تمام يبقى قبل ما يحصل النقص يبقى لازم انت جاهز بنطرات الكالسيوم لازم تكون متوفر لها مية كويسة لما تحط نطرات الكالسيوم لازم يكون فيه مادة عضوية كويسة تساعد تساعد لك النطرات الكالسيوم وان هي تمتص اقول لك بقى على سر مش هيقولهو لك حد تاني حط نطرات الكالسيوم مع حمض النتريك بيسرها وبخليها زي الفل يعني انت هتحط للفدان عشرة كيلو كل اسبوع حطوا معاهم خمسة لترة او خمسة كيلو عشان نبقى دقيق خمسة كيلو وانا لما بقول كيلو في حمض النتريك عشان فيه واحد يعني اقل ما يوصف فيه مش عز التكلم عشان انت بتزعاله وانت بتزعاله واحد بقول لي حمض النتريك بتعمل بكلها باش ماندي بالليتر يا عام ده ناس ان فيه كسافة للأحماض ولا ايه اللتر ده المية احنا نتكلم على الأحماض احنا نتكلم بالكسافة تمام يا ريت تتعلم رأي الشيخ كشك الله رحمه يا غلام اتعلم قبل ان تتكلم فعيب يعني فاهمني فبتحط خمسة كيلو حمض نتريك خمسة كيلو حمض نتريك مع النطرات الكالسيوم كل اسبوع للنبات لحد عمر لو تسعين يوم خلاص ما عدتش عندنا اي مشكلة ان شاء الله لان ابتدت الدنيا قدت مجموع خضر كويس او خمسة وتمانين يوم قدت مجموع خضر كويس والدنيا تمام التمام معك ماشي لحد التسعين يوم وقف الكالسيوم ما عدتش فيه مشكلة ليه عندك لو النبات صحي لو مستوى الكالسيوم مرتفع في الضرانات تمام يبقى اذا فمش هيحصل عندك اي مشكلة او اي نقص لعنصر الكالسيوم وبالتالي هتطلع بحاجتين كويسين جدا الجودة بتاعة الضرانة هتبقى ممتازة جدا المدة التخزينية بتاعتها مهما كانت هتبقى ممتازة جدا النبات اللي بعد خد بال حضرتك لو هندك نقصة في الضرانة اللي انت بتزرعها بينعكس ذلك على النموات الخضرية اللي هي بلسه طالعة العيون اللي هي طالعة لسه التنبيت في التنبيت الصغير كده وهي لسه بيبقى ناقص وظاهر عليها ناقص الكالسيوم بالحروق السودة اللي احنا بنشوفها ده هي او بداية التجزير بتاعها بتلاقي جزور اللي طالعة من الضرانة وهي لسه بتنبت بتلاقيها عليها سواد كده وده بيبقى ناقص العنصر الكالسيوم لعلي اكون اجازت واوجازت بالنسبة لعنصر الكالسيوم لانه بصراحة ربنا عنصر محير جدا وعنصر يعني مشاكله كتير جدا واقدر اقولك باختصار شديد ان قصته ان لازم يكون عندك مستوى كويس من المادة العدوية لازم يكون عندك الري كويس وبكمية كبيرة تمام خصوصا في المراحل الأخيرة من حياة النبات يكون عندك الري مزبوط وكتير كمان مياه كتير بالنسبة للبطاطس لحد التسعين او الميت يوم بتلاقي الامور عندك كويس تمام ما تنساش تحمط حمض نتريك مع الكالسيوم انا عمري مرشيت كالسيوم على اي نبات هي كده وخلاص تقول لي ليه اقولك والله انا ما بستخدمش غير نطرات الكالسيوم فقط لغير حياكم الله شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فقليل !! وبركاته ي